ست مستشار الناس في مصر جزء منهم تعب وجزء منهم أصبح ما عندوش ملاقة ملاية يشتري وأظن أظن ده يخلق حالة من حالات الجمود في السوق هنعمل إيه؟ شوف لازم إحنا نعمل توعية ولازم نعمل توضيح للمستهلك ولازم يفهم حاجات مهمة جدا المستهلك بيضحى الصبح بيفتح الفيس بيفتح مواقع التواصل الاجتماعي يسمع غلاء والأسعار سعرها غالي وارتفاعاته والآخره إنت يعني لو حضرك تبعت على مدار 4 أو 5 سنوات جميع اللقاءات التلفزيونية اللي طلعت فيها أو التصريحات الصحفية أنا أسامة أبو المجد ضد الأوفر برايس على طول الخط صحيح ولكن ولكن يعني لما تيجي تفسر كلمة أوفر برايس ما فيش حاجة في العالم اسمها أوفر برايس خالص كلمة دي ده ده لفظ خطأ مية في المية فيه سلع آي أن كانت السلع سعرها بيزيد أو سعرها بقل مزبوط اللي بيخليها تزيد وتقل هي العرض والطلب قليات العرض والطلب دي حاجة ربنا خلقها في الكون الدهب في يوم الأيام حضرك اشتريته بـ 200 جنيه واشتريته بـ 400 جنيه تذكرت التهيران أنا بس أل سؤال يعني التذكرة للسعودية بيكم دلوقتي وبيكم كمان 15 يوم وبيكم في مسم الحج ببساطة ببساطة يعني فيه آليات للعرض والطلب كل ما زاد الطلب أكيد 100% السعر بيزيد طب فما بالك بقى لما يزيد الطلب وما فيش السلعة بيزيد زيادة جدا ده الوضع الحالي احنا العالم أجمع بيمر بأربع أزمات عالمية قهرية استثنائية اللي هي واحد كورونا أثرت على الصناعة في العالم مش أثرت بس تتطفق معايا طبع اتنين مشكلة ضخمة المايكروشيبس اللي حضرتك وكل العالم عارفها وإقلاع أكبر مصنعين للشرايح الأكترانية من خطوط إنتاج للسيارات ما أثرت ولا ما أثرتش ثلاثة حرب روسيا وأوكرانيا وروسيا اللي بتمدي 26 دولة في الاتحاد الأوروبي بالغاز للمصانع اللي بيصنع السيارات وغير السيارات يأثر على الإنتاج ولا ما أثرتش وأخيرا الفيدرالي الأمريكي اللي اتحرك مرتين في شهر واحد بيأثر على اقتصادات كل الدول يأثر ولا ما أثرش في ظل المناق ده كله اللي مطلع واحد يقول لي لا ده المفروض العربات سعرها ما يزيدش أولو أنت بتهذر أو أنت مش مطلع روح شوف حضرتها كل الدول على مستوى العالم دول الاتحاد والأوروبي نفسه دول الخليج اللي هي فيها موارد ضخمة جدا جدا سواء حج وعمرة دهب بترول لها موارد قوية جدا جدا وحتى مش دخلين في مشاريع عملاقة ومشاريع يعني البلد بتتبني من أوله جديد البلد بالكامل بتتبني من أوله جديد كويس ففي ظل هذا المناخ ييجي واحد يطلع يهزر بيقول لا ده المفروض الأسعار ما تزيدش ده أي كلام ولكن أنا ضد ضد الزيادة الغير مبررة أو الزيادة المبالغ فيها زيادة مبالغ فيها أنا ضد ده كويس يعني فيه توكلات زودة أسعارها فيه توكلات يمكن من قبل العيد وإحنا شايفين فيه توكلات زودة أسعارها أوكي ما فيش مشكلة أنك تزود سعرك على فكرة خالص حضرك شوف جميع السلع من أول السلع الاستراتيجية لغاية السلع الترفيه والكمالية جميع السلع الزيادة اللي فيه تضخم على بسطه العالم بس فيه نقطة تفضل الدولار مثلا يزيد النهار ده ألاقي الوكيل والموزع خلاص بقى السلسلة كلها زود بكرة الصبح السؤال بقى هو أنت بتزود على الإيه هو أنت لسا استوردت حاجة أنت بتبعلي من المخزون اللي أنت شريع على سعر الدولار الجمروكي كذا اللي أنت شريع على سعر يورو كذا اللي أنت شريع على سعر يين كذا يوان كذا بتزود على الإيه أنا هسألك سؤال مهم هنهرد على السؤال بسؤال مش بإجابة حضرتك معك عربية النهار ده أنت اشتريتها السنة اللي فاتت بمئتين وخمسين ألف جنيه زادت أسعار العربيات النهاردة عربيتك اللي انت اشتريتها السنة اللي فاتت بمئتين وخمسين ألف جنيه النهاردة هي سعرها السوقي تلتميت ألف جنيه حضرتك استخدمتها سنة وسعرها زادت خمسين ألف جنيه حضرتك هتباحها السعر العادي لانك تباحها بمئتين ألف جنيه حضرتك يوسف الحسيني هتباحها بمئتين ألف جنيه انا اقول بتاع اقتصاد فالإجابة عمرها ما بتبقى كده أصلا أنا خارجي اقتصاد ودراسات أقول إجابة عمرها ما بتبقى كده التاجر هقول بقى حتى كلام تجار التاجر بيقول لك أنا رأس مالي بضاعة وبالتالي لازم أعلي السعر عشان أعرف أبيع البضاعة بسعر كويس عشان أقدر أجيب نفس الكمية هي هي بعد كده لكن لو أني فضلت ببيع بنفس السعر فأنا هضطر أجيب عربيات أقل أنا عندي في المخزن 80 عربية عايز أشتري قدامهم 80 عربية يا مؤمن أنا شاري العربية مثلا بعشر تلاف دولار فأنت شايف أنه هي سعرها زاد فهتبقى 11 ألف دولار مثلا فأه صحيح عدد العربية إلا أنت كان عايز تكسب مني الدبل يعني أنت عايز تكسب مني في سعر العربية بعشر تلاف وبعدين تروح حطط لي عليها تقول لي أصلا العربية زادت بقى 11 فنكسب تاني يا ريت التاجر يعرف حتى مش يكسب الدبل يكسب النهاردة في التوقيت ده أو على مدار من 2019 يعطيش ليك سب حتى اللي يغطي مصاريفه قطاع السيارات يشهد كمية من المزايدات حضراتك لا تتخيلها ويشهد كمية من القرارات العشوائية المميتة ماشي وقطاع ده قطاع ضخم جدا قطاع ده بشتغل فيه أكتر من مليون ونص نسمة ده غير أثارهم حلو ما ينفعشي لو أنا سردلك كمية القرارات اللي في هذا القطاع اللي فعلا محتاج إعادة النظر حضرتك هتنبهر إن القطاع مهم جدا أول حاجة من حيث موارد للدولة من حيث تصنيع احنا عندنا 19 مصنع سيارات ماشي من حيث التصنيع وتشغيل عمالة والآخر وتطوير من حيث نحية تجارية وموارد للدولة من جمارك من تأمنات من موظفين من ضرائب من استهلاك كهرباء من 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 أحياء من 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 مرور قطاع ضخم جدا والله 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 محتاج التعامل مع قطاع السيارات الحذر مش مرة ألف مرة عشان أي قرار بيأثر تأثر لا تتخيلوا اشتركوا في القناة